إياً استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدالانية لعون أمساً الاثنين بالجزائر العاصمة وفداً من مجموعة سيتيلانتس فيات حيث تم بحث مدى تقدم أشغال مشروع وحدة تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة فيات بولاية وهران حسب ما جاء في بيان للوزارة ووضح البيان أن الوزير عون تبحث مع مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ثمير شرفان حيث تم تقديم استعراض دقيق لمدى تقدم المشروع قبل دخوله حيز التشغيل نهاية العام الجاري دون أي عراقيلة مسجلة إضافة إلى تقديم أفاق خطة التطوير الخاصة بالمجمع بالنسبة للاستثمارات المناولة والتكوين إلى جانب التصديق حيث دعا الوزير عون مسؤولي ستيرانتس فياتي لاحترام جميع التزاماتهم وتسريع دخول وحدة انتاج سيارات حيز الاستغلال في الأجال المحددة لتلبية الطلب الداخلي ترجمة نانسي قنقر